أمس كنا هنا نتحدث عن لقطات من التاريخ وأقول دائما بأن من وعدت تاريخ في صدره فقد أضاف أعمارا إلى عمره بالأمس عرضنا لقطات وصور أرشيفية ولقطات فيلمية بتعكس جزء يسير ونذر يسير من تاريخ مصر التشريعي والبرلماني في وقت كان الظلام بيحيط بالمنطقة ولم يكن هناك بؤر الضوء إلا هنا في مصر في عام 1925 مع افتتاح البرلمان نقلنا لكم بالأمس افتتاح البرلمان بكلمة الملك فؤاد بحضور سعد باشا زغلول لقطات مؤرشفة وصور قديمة بتعكس صورة حقيقية كان يجب علينا أن نحتفي بها بما تستحق لكن ربما غابت أو تخلفت الدراما والفن بكل أشكاله عن متابعة حقيقة ما جرى على أرض الواقع التشريعي في مصر على مدار سنوات من 1866 تحديدا لن أقول 1824 ولن أقول 1829 ولن أقول تلك المحاولات الجادة التي حدثت وإنما أتوقف عند 1866 أول مجلس شورى نواب الخديوي إسماعيل الذي بنى والذي تم في عهده ما لم يتم في عهد غيره في هذه المرحلة اليوم أنظر إلى الصورة من بعيد وأقول لماذا توقفت أو تخلفت السينما والمسرح وكافة أنواع الفنون وأشكال الفنون في توثيق مرحلة بل مراحل هامة في تاريخ هذه الأمة اللي ملوهش تاريخ لازم يبحث عن تاريخه ده فيه دول بتزور التاريخ ده فيه ناس بتعجز عن اكتشاف شخصيات قائدة وشخصيات رائدة في تاريخها لتنقل صور للأجيال الحالية ربما بتصنع صور زائفة أو قصص زائفة لكي تصنع للأجيال الحالية ما يمكن أن تقتضي به لكن في مصر لدينا شخصيات لدينا تاريخ لدينا حوادث وحارثات وأحاديث لم تنقل بعناية وبمهارة وبأمانة للأجيال الحالية فهناك انفصال الناس بتسأل مجلس شيوخ يعني إيه؟ طب ليه؟ طب الوقت ينفع طب هو مناسب أسئلة سزاجة بتخرج من ناس لم يقرأوا التاريخ قولا واحدا وأنا هنا أتحدث لا أسوق لمجلس شيوخ ولا لمجلس نواب وإنما أرصد وأراقب من صفحات التاريخ ما يجب أن يعلمه الناس الناس بتتكلم الآن إما إجابا أو سلبا عن انتخابات تشريعية للغرفة الثانية مجلس الشيوخ وأنا أسأل هل يعلم كل المصريين؟ هل يعلم كل العرب؟ هل يعلم كل العالم أن هذه الدولة مصر كانت لها برلمانات وكانت لها سلطات تشريعية بغرفتين في 1266؟ كان أول مرة يصدر الحاكم الخداوي أنه عندي غرفتين